للمزيد من التعليق ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد أحمد أهلا بك إذن العلاقات تعود مرة أخرى في اتصالات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتينياهو بعد انقطاع داما لمدة شهر من التواصل الهاتفي بينهما برأيك لماذا عادت الاتصال الآن وماذا يعني تصريح قبول نتينياهو لحل الدولتين في ظل رفضه التام لهذه الفكرة يعني أصعد الله صباحكم بكل خير الاتصال الأمريكي بالأمس بالرئيس الإسرائيلي برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتينياهو جاء ليكثر جمود بين الشخصين استمر لأسابيع طوال على غير العادة الأمريكية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية قاصة في أزمات الحروب أو قاتل الحروب التي نعيشها في أيام النهارية ولكن الغريب بالأمر بأن ما تقدم به جو بايدن من مقترح هو في الحقيقة مقترح لمن يمين نتينياهو منذ العام 2010-2011 قدمه على شكل ورقة عمل في إحدى المعاهد الإسرائيلية والتي تمثلت بدولة فلسطينية منزوعة السيادة عن الجغرافية الفلسطينية المتمثلة بالسلسل الجبرياء بالضفة الغربية إضافة إلى نزع السيادة الفلسطينية عن منطقة الأغوار ودولة منزوعة السلاح وإضافة إلى سيطرة الأجواء الإسرائيلية بالتالي هنا الآن ما قدمه جو بايدن حقيقة وإن لم يكن تعهد وإنما على شكل النقاشات بينه وبين يمين نتينياهو لا يعتبر تقدما في الموقف الأمريكي على الأقل من وجهة نظره إنما هو إعادة لمقترح تقدم به نتينياهو منذ أكثر من 13 عاما إذن ما زلنا نحن بما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية نراوح مكانها الموقف يعني تصريح الأمريكي هنا يمكن أن نعده مراوغة سيد أحمد بالحديث عن حل الدولتين والحقيقة أن الحديث عن حل الدولتين وثق رؤية نتينياهو بكل تأكيد فلو قبلت القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ أكثر من 13 عاما بالمقترح الإسرائيلي الذي قدمه اليوم جو بايدن لنتينياهو يعني هو حقيقة أعاد المقترح لصاحبها المقترح هو بن يمين نتينياهو المقترح دولة فلسطينية منزوعة السيادة من كل شيء إضافة إلى منزوعة السلاح واليوم بعد 13 عاما وعشرات الألاف من الشهداء والأسرى والجرحة ودمار حل على شعبنا بالضفة وغزة يتقدم جو بايدن بعد هذا المقترح إلى طاورة البحث إعلامياً بينه وبين نتينياهو رئيس الحكومة والذي كما أستفناه وصاحب الابترح إذن هناك مراوغة مراوغة بالموقف الأمريكي ولكن استوقفني صباح اليوم تحليل بعض المحللين في إسرائيل عن الاتصال الإسرائيلي الأمريكي حيث وصف بأنه خضوع أمريكي للإرادة الإسرائيلية وأن ما نشرته الجروزان بوست حوله مهلا مناحتها إسرائيل لحزب الله أو للأطراف الدولية للتوصل لحل لغاية نهاية شهر يناير الشهر الحالي وإلا ستذهب إسرائيل لتوسيع عمليات العسكرية إذن نحن أمام مراوغة أمريكية أمام ابتزاز إسرائيل للإدارة الأمريكية بالوقت الذي ما زال شعبنا يلبح ولم يتقدم الأمريكي أو لم يقض الأمريكي البصر على أي مقترح يوقف عمليات القتل التي تمارس ضد أبناء شعبنا ليلة نهار عمليات القتل المتواصلة سيد أحمد يعني تطال الضفة كما تطال غزة بالطبع بفارق الأعداد ويعني الشهيد الواحد هو رقم يعني رقم مؤلم لكن عندما نستمع الآن إلى الحملات الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية في العديد من مدن الضفة الغربية في شمالها وجنوبها وغربها وشرقها وحتى في رامالله كان هناك العديد من هذه العمليات كيف تفسر استمرار هذه العمليات بهذه الشدة وبهذه القصوة على الرغم من أن هذه المناطق لم تقم بعمليات عسكرية مثلا ضد قوات الاحتلال يعني أشكرك على هذا السؤال الرائع أولا المشروع الصهيوني هو في الضفة الغربية وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن انسحب من جنوب لبنان في 25 أيار 2000 وانسحب كذلك في أيار 2005 من أراضي قطاع غزة انسحبا وجارا معه المستوطنات قوش قطيف موراق وما إلى ذلك وهذه المستوطنات إذن المشروع الصهيوني التوراة التي تستند إليه الحركة الصهيونة بالترويج لمشروع هواتناع اليهود في العالم به هو على أراضي الضفة الغربية وسبقا تحدثنا وقلنا بأن مملكتين يهودة والسامرة إضافة إلى القدس حائط المبكة بين مزدوجين هو في الضفة الغربية التي احتلت عام 1967 إضافة إلى مسألة بغاية الأهمية وعبر عنها نتنياهو منذ سنوات واسمودريج وبن كفير وهو فكرة التهجير من الضفة الغربية استكمالا للمشروع الصهيوني الآن لدينا في الضفة الغربية أكثر من ستمائة ألف مستوطن موذعون على كافة أرجاء الضفة الغربية وبالتالي فكرة بايدن إنشاء أو إقامة دولة فلسطينية اليوم بهذه الشعارات الواقع على الأرض يضحضها وينفيها ما لم تقوم والحكومة لوليات المتحدة الأمريكية على الأقل على الأقل بوقف المساعدات للمستوطنين وهناك دراسة تم إعدادها لدينا بالمركز منذ أشهر أوضحت بأن الولايات المتحدة تقدم ما يقارب 280 مليون دولار مساعدات تذهب إلى الاستيطان في الضفة الغربية وبالتالي الضفة الغربية هي محل أنظار الإسرائيل حقيقة طبعا أهلنا بالقطاع غزة كل قطرة دم كما تفضلت أستاذي وقلت كل قطرة دم وكل طفل يعني يجرح وليس فقط يرتقي وكل حجر تهدم هي جزء مننا ونتألم عليها هي غصة بتأكيد في القلب سيد أحمد شديد وغصة في القلب في القلب أن لا يتم حل هذه القضية العالقة منذ ثلاثة أرباع القرن حتى الساعة ويستمر هذا القتل وهذا التهجير لأهلنا في فلسطين في العموم سيد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك ولمداخلتك معنا في هذه التخطية شكرا لك من رام الله شكرا لك